على الشخص دوت وللشخص دوت مصنف رقم واحد على مستوى العالم هتلاقي ان السبب ان الراجل دوت يا جماعة عمل فكرة عبقرية من تلاتة وعشرين سنة اسمها شركة امازون وامازون هي عبارة عن ايه عبارة عن شركة لا تمتلك تماما ولكن هي عبارة عن هي عبارة عن من المنتجات شخص النهاردة على سبيل المثال بيبيع محفظة بيعرض المحفظة ديت عنده على الويب سايت في امازون وبيدخل شخص تاني يشتري يا جماعة المحفظة ديت من خلال الشخص الاولاني وامازون بتاخد بتاعتها امازون اللي كانت لا تمتلك اي وما زالت لا تمتلك اغلب الموضوع كله هو كان عبارة عن فكرة اسم الفكرة ايه اسمها شبكة من المنتجات طيب لو جينا بصنا اجمع في المقابل هنلاقي ان في اجزامفل تاني رائع جدا عندنا واحد زي مارك زوكربيرج مصنف من اغنى عشر اشخاص على مستوى العالم وعايز اقول لكم يا جماعة ان مارك زوكربيرج النهاردة الراجل دوت هو عبارة عن ايه هو عبارة عن صاحب فكرة الفكرة اسمها ايه اسمها بيبل ناتورك عمل موقع اسمه الفيسبوك النهاردة وهو عبارة عن موقع للتواصل الاجتماعي وعمل شبكة او بيبل ناتورك شبكة من البني ادمين اللي بيتواصلوا مع بعض البزنس بتاعنا هو عبارة عن ايه البزنس بتاعنا هو عبارة عن ما بين الاتنين ما بين البيبل ناتورك احنا عبارة عن بتبيع وهو ده يا جماعة سر قوة وسر نجاح البزنس بتاعنا. هنا في الاول كان في واحد بليونار وفي الاكزامبل التاني في واحد بليونار ولكن في بتاعنا البزنس بتاعنا يقدر ان هو يعمل جدا جدا بسبب الفكرة الرائعة اللي موجودة معنا النهاردة وخليني ابدأ ان انا اعمل بتاعتي وخليني ابدأ ان انا اشرح لك الموضوع. الشركة جماعة نحن نشتغل معها شركة اسمها جيناس جيناس واحدة النهاردة مصنفة من اكبر الشركات اللي موجودة على مستوى العالم. الشركة دي تتأسست في اورلاندو في فلوريدا في يوم تسعة شهر تسعة سنة الفين وتسعة. يعني احنا النهاردة بنتكلم في حوالي احداشر سنة على تأسيس شركة جيناس ومشين في السنة رقم اتناشر شركة جيناس يا جماعة موجودة على مستوى العالم في النهاردة تمانية وتمانين مقر. يعني من سنتين كانت جيناس عندها اربعين مقر اربعين دولة على مستوى العالم. احنا النهاردة بنتكلم في تمانية وتمانين مقر على مستوى العالم. ومؤخرا في خلال شهر ديسمبر تم افتتاح مقر العراق ومقر الاردن. وطبعا لكل الناس اللي موجودين هنا سواء من العراق او من الاردن. طيب. خلينا اقول لك ان شركة جيناس لو انت اجيب بسيط من سنتين. من سنتين يا جماعة بالزبط كان الموضوع عبارة عن ايه? كان الموضوع عبارة عن ان في منطقة زي ما انت شايف كده في النص اسمها منطقة الشرق الاوسط. موجودة باللون الجري زي ما انت شايف المنطقة دي ما كانش فيها بيزنس اصلا لشركة جيناس. ولكن في خلال السنتين اللي فاتوا بدأ يحصل قوي جدا في بتاعتنا. وخليني اقول لك ان شركة جيناس من المميزات القوية جدا اللي موجودة فيها هو فكرة الجراس في السيل زي يا جماعة اللي بيحصل في الشركة ديت. وازاي الشركة بيحصل فيها نمو تصاعدي في المبيعات زي ما انت شايف? وخليني اقول لك برضو على حاجة تانية ان جيناس واحدة من مميزاتها انها من اكثر الشركات الحاصلة والحاصدة لجوائز يا جماعة على مستوى العالم من كل المنظمات. النهاردة وصلوا لاكتر من سبعمائة جيزة على مستوى العالم كله. دي المجلات اللي تكلمت عن والمنتجات بتاعة شركة جيناس. ودي يا جماعة البرامج الفضائية او البرامج التلفزيونية اللي تكلمت عن الشركة ديت. وتكلمت عن تاعتها رائعة. ببرامج معروفة جدا زي زي داكتورز. مسلا النهاردة الناس اللي مهتمين بالميديكال فيلد هتلاقيهم كلهم فاهمين كويس جدا ايه هو برنامج زي داكتورز واحد من اهم البرامج الطبية في العالم. عايز اقولكم يا جماعة ان دي من الحاجات التعريفية عن شركة جناس ولكن انت نحتاج كمان تأعرف حاجة تانية ان الجناس يا جماعة هي راعي رسمي لنادي جلتا سراي النادي التركي المعروف جدا ونادي دينامو كييف. النادي الاوكراني المعروف جدا برضو. والنادي يا جماعة سول النادي الكوري المعروف جدا برضو جناس هي الرعي رسمي للاندية ديت وعايز اقول لكم على حاجة تانية ان بمنتهى الفخر جناس يا جماعة بتمتلك استاد كامل في البرازيل اسمه جناس ارينا بيتعمل عليه اهم اللي بتحصل هناك واهم المباريات اللي بتحصل وعايز اقول لكم يلا ندخل ونشوف مين صحابه او مؤسسي شركة جناس ومؤسسين شركة جناس يا جماعة هما التلات اشخاص اللي انتم شايفانهم في اللي قدامكم هما من اليسار كده لليمين هما راندي راي ويندي لويس وسكوت لويس راندي راي ويندي لويس اصلا هما اتنين متجوزين وبرو جرامرز اصلا عايز اقول لكم يا جماعة ان الناس دولت في سنة الفين واتنين كانوا عاملين بتاع وكالة ناسا السيستم اللي ناسا بتشتغل به لغاية النهاردة في اطلاف الاطمار الصناعية والاستكشافات الفضائية عايز اقول لكم ان في سنة الفين وخمسة شركة جناس يا جماعة او راندي راي ويندي لويس كانوا عاملين بتاع الحكومة الامريكية بتاع تقليل استهلاك الوقود وبيعين للحكومة الامريكية بتلتمية مليون دولار وبيعين بتاع ناسا بمتين وخمسين مليون دولار وعايز اقول لكم ان قصة شركة جناس بدأت لما الراجل اللي هو راندي راي اللي موجود على الشمال دوت بدأ ان هو يتعب وبدأ ان هو يحس ان هو مش قادر يمشي بسبب الوزن وان هو مش قادر يدوس على رجله عايز اقول لكم ان الراجل دوت يا جماعة راح كشف عندي دا كترة كتير جدا نصحون انه يركب رجبة صناعية معادة واحد دكتور واحد بس كان اسمه دكتور ناثن نيومان دكتور ناثن نيومان يا جماعة هو راجل متخصص في التكنولوجيا الخلايا الجزعية وللنفس اللي متعرفش ايه هي الخلايا الجزعية خلينا اقولك باختصار الخلايا الجزعية هي عبارة عن خلايا موجودة جوه اجسامنا بتبقى اصلا موجودة في اجسامنا من واحنا اجنة الخلايا المسؤولة عن التكوين بتاع الجنين وبيبدأ يكون عندنا جماعة مجموعة من الخلايا جوه الاجسام بتاعتنا عايز اقولكو من الخلايا دا مسؤولة عن الريبير الاصلاح بتصلح ايه بتصلح المشاكل اللي بتحصل في حالة التوارق في الجسم الناس دولا تقدروا ان هم يستخلصوا طريقة معينة ان احنا ازاي نقدر نستخدم التكنولوجي في التجميل وفي الصحة وفي الحالات حتى الغير طريقة راندي ري لما اتحقنت رجبته بالستام سيلز عايز اقولكم ان الراجل بقى يمشي كويس جدا فقرر انه يفتح شركة ايمة على فكرة الخلايا الجزعية ولكن اعظم ما حدث في الموضوع هو ان راندي ري يا جماعة قرر انه ياسس الشركة ديت على اسس علمية فجابل سبع اشخاص اللي انت شايفهم دول هما عبارة عن سبع علماء متخصصين في اكبر جامعات في العالم يا جماعة وناس كل واحد فيهم عنده الفريق البحسي بتاعه الناس دول يا جماعة عايز اقول لكم ان هما اللي مسؤولين عن دي بورتمينت او قسم مهم جدا في الشركة اسمه الريسيرش ان ديفالوبمنت قسم الابحاث والتطوير قسم الابحاث والتطوير مسؤول عن ايه مسؤول عن اختراع المنتجات اللي موجودة في الشركة عايز اقول لكم ان على سبيل المثال الراجل اللي بقى في النص دوت اسمه دكتور فينسان جيانبابا فينسان جيانبابا يا جماعة واحد من الناس اللي مرشح لجائزة نوبل مرتين بسبب الاختراعات بتاعته البرودكت جوه شركة جيناس ويلا نخش على المفيد والمفيد في الموضوع هو المنتجات اللي موجودة جوه جيناس من سنتين يا جماعة دي كانت المنتجات اللي موجودة كان جيناس عندها حوالي اربعتاشر او خمستاشر خط انتاج النهاردة جيناس بتمتلك اكتر من اتنين وعشرين خط انتاج كامل على مستوى العالم كله وخليني اقول لك اني يمكن مش هشرح لك دلوقتي كل خطوط الانتاج اللي موجودة في الشركة ولكن هدي لك نبزة مختصرة جدا عن بعض البرودكت الرائعة اللي موجودة جوه الشركة بتاعتنا ونبدأ يا جماعة مع بعض باول منتج موجود عندنا وهو منتج اسمه الانستانتلي ايجلس والانستانتلي ايجلس يا جماعة هو استخدام بتاعه من اسمه يعني ايج Loyнач يعني لحظي يعني اسم منتج اسمه تقليل العمر اللحظي تقليل العمر اللحظي ده عبارة عن ايئ عبارة عن ترينب التي تحت على الاماكن اللي فيها تجاعيد او الاماكن اللي فيها عايز اقول لكم انه بيخفي الكلام دوت يا جماعة في خلال من دقيقة لدقيقتين من دقيقة لدقيقتين ياس انا واحد من الناس يا جماعة يا دكتور صيدالي لما شفت دوت لما لما عرفت عن شركة كان بالنسبة لحقيقة من الحاجات المبهرة جدا. ما فيش زيه يا جماعة ملوش انا عمري في حياتي ما شفت منتج بيعمل المفعول بتاعه في نفس اللحظة غير دوت وخلينا واريكم شوية كيس كده قبل الاستخدام وبعد الاستخدام وخليني اشير معاكم فيديو دلوقتي فيديو مشهور جدا للبروت دوت يا جماعة الفيديو دوت عبارة عن واحدة ستة بيعملوا لها الديمونيستريشن بيجربوا على ناحية من وشها والناحية الثانية لأه عشان يوري لك الفرق في تأثير البروتكت ويلا نشوف الفيديو مع بعض ونكمل كلامنا بعد الفيديو ما الذي يريد أن تفعله هو أن تفضل من المفعول يريد أن تفضل من المفعولة جدا أسرع المفعولة وإستخدامها المنزل تمزحها يستمر قضل ستة عبارة هي Learnة 10%-15% Korea الكو جد اشتركوا في القناة لايما انتم رأيته يا جماعة هذا البروضيكت عمل ازاي والحقيقة كان من الحاجات المجهرة جدا بالنسبة لي لو انت شايف ان المفعول البروضيكت دوت عمله هو مفعول اكثر من رائع ابعث رقم واحد على التشات وخلينا نشوف يا جماعة مين الناس المتحمسين وموجودين معنا النهاردة انا واحد من الناس لما شفت البروضيكت دوت في البداية الحقيقة كنت متحمس جدا ازاي بروضيكت بيعمل الايفكت بتاعه بالسرعة ديت وبالقوة ديت وعايز اقول لكم ان ده اول خط انتاج موجود جوه شركة جناس ويلا نخش على تاني لاين موجود جوه جناس يا جماعة وهو لاين معروف جدا وعايز اقول لكم انه هو فخر صناعة جناس اسمه اللومنس واللومنس يا جماعة هو مش منتج اللومنس هو عبارة عن تمن منتجات عبارة عن دي كريم ونايت كريم وكلينسر وماسك وعبارة عن واحد من البروضيكت الرائعة جدا اللي اسمه اللومنس سيرم اللومنس سيرم يا جماعة هو عبارة عن ايه هو عبارة عن بروضيكت معمول بالستام سالس تكنولوجي بالتكنولوجيا الخلايا الجزعية وعايز اقول لكم ان البروضيكت دوت مش بقى معمول باي دواي بيشتغل من دقيقة لدقيقتين ولكن بينتهي مفعوله من تمانية لاثناشر ساعة على حسب الدرجة حرارة الجو وعلى حسب نوع البشرة فعايز اقول لكم ان هو في الاول وفي الاخر تجميلي اما المنتج دوت يا جماعة او دوت فهو علاجي علاجي ازاي يعني استخدام من اربع للتمن اسابيع بيحصل افاكت يا جماعة سحري انتم مش متخيلين وبيكون التأثير بتاعه دائم وعلاجي بنسبة مية في المية ويلا نشوف شوية كيسز قبل الاستخدام وبعد الاستخدام المنتج دوت بيستخدم في ايه بيستخدم في علاج الحبوب واثار الحبوب في علاج التجاعيد في الحفر في الجروح في الايجزيمة في الصدفية في البهاء في الحروق اللي موجودة في الجسم في الغرز في العلامات بتاعت اللي موجودة عند السيدات الحوامل او الناس اللي بتدخن وبتخس عايز اقول لكم يا جماعة تعالوا نشوف شوية كيسز ونكمل كلامنا دي مسلا طبعا اسف على بشاعة المشهد الكيسز زي ما انت شايفين كده لناس قبل الاستخدام وبعد الاستخدام الكيس يا جماعة على السيدات دي واحدة ست هي نفس الست يعني استخدمة على ايد عندها ايدها الشمال وثابت ايدها اليمين ما استخدمتش عليها لمدة سبع ايام دا التأثير اللي انتو شايفينه دي كيسز على الاشمال الكيس المانت شايف كده بتعمل بتعالج التجاعيد بتاعة الرقبة بتعالج تجاعيد الرقبة وعايز اقول لكم ان دي واحدة من الحاجات اللي ملهاش اصلا حتى عمليات تجميل فالناس اللي موجودة هنا هو وفاهمين انا بتكلم في ايه عايز اقول لك ان هما شايفين اد ايه دوت مبهر الشخص ده كان بيصور نفسه كل اسبوع زي ما انتم شايفين كده عايز اقول لك ان الكيس يا جماعة كيس بالنسبة لي الحقيقة برضو كانت مبهرة جدا اول معرفة عن الشركة ديت دي كيس مثلا ستريتش ماركس للناس اللي تتخنوا بتخس الراجل دوت يا جماعة في 11 يوم حادثة وعايز اقول لك الحادثة ديت زي ما انتم شايفين كده بعد 11 يوم عالجت الشخص تماما عايز اقول لك الكيس ديت مثلا يا جماعة 22 غرزة وفي منطقة حساسة جدا جدا بعد 3 اسابيع كان ده الايفاكت بتاع البرودكت بتاعنا وعايز اقول لكم لو انت شايف البرودكت اللومنس او لاين اللومنس هو مبهر جدا ابعت رقم اتنين على الشات وخلينا نشوف مين الناس اللي مركزين النهاردة في بتاعتنا ويلا ندخل على تالت خط انتاج عندنا وهو اسمه النارة والنارة يا جماعة هو عبارة عن بروودكت كالجين كالجين يعني ايه باختصار جدا طبعا انا مش عايز ادخل في معلومات باية عميقة الكالجين يا جماعة هو المادة الايلاستية او المادة اللازجة اللي بتبقى موجودة جوا اجسامنا المسؤولة عن الليونة بتاعتنا شعر البشرة الدوافر وبتدخل في تكوين السائل اللي موجود ما بين المفاصل وبعضها نعص الكالجين بيبدأ يعمل ايه بيبدأ يعمل تساقط في الشعر بيبدأ يعمل مشاكل في الدوافر بيبدأ يعمل تجاعد في البشرة وبيبدأ ان الناس يجلها خشونة المفاصل وعايز اقول لك موضوع خشونة المفاصل تقريبا لما بدأت في جناس اكتشفت يا جماعة ان تقريبا احنا عندنا في مصر عدد خشونة المفاصل اكبر مما انا كنت متخيل بكتير. انا اكتشفت ان احنا مثلا في مصر تحديدا يعني بنصدر خشونة المفاصل للعالم كله. عايز اقول لكم ان ده هو عبارة عن كولوجين او كمان سهل وسريع اللي متصاص جدا وملوش اي تماما هو عبارة عن برطوان زي ما انت شايف كده بيتاخذ منه على كوباية مية او على نص كوباية مية وبيتشارب كل يوم وهو علاج فعال جدا لخشونة المفاصل ولمشاكل طبعا البشرة والكلام ده كله وزي ما انت شايفين كده مش بس فيه كمان فيه مانرالز وبيتامينز وحاجات كثيرة جدا. طيب. يولا ندخل على البرودكت اللي بعده ولكن لو شايفين ان البرودكت النارة هو برضو بروودكت مبهر ابعت رقم تلاتة على التشات وخلينا نشوف الانتر اكشن والناس بدأت تبعط تلاتة من قبل ما انا اصلا ابدأ اتكلم والبرودكت اللي بعده يا جماعة اسمه الجي كافي والجي كافي هي عبارة عن اهوة. الاهوة دي هي مش اهوة عادية هي طعمها اهوة عادية ولكن في الواقع هي غير عادية هي عبارة عن اهوة بيدخل فيها مركبات كتيرة جدا فيها فيتامين اي لمسؤول عن البشرة فيتامين بي سيكس وفيتامين بي تولد المسؤولين يا جماعة عن الاعصاب الجلوتسيون لتفتيح البشرة كروميام يا جماعة للتخسيس هي اهوة وبتخسس وبتساعد على النحافة وكمان يا جماعة فيه هايدرولايزد فش كالجين تخيل ان انت بتشرب اهوة بالكالجين حاجة الحقيقة برضو بالنسبة لي كانت مبهرة جدا فكرة ان هما يحطوا الكالجين على القهوة فانت تبقى تشرب الحاجة اللي انت بتحبها وكمان جسمك بيستفيد ولو الناس بتبعت لوحدها لو جاي كوفي بالنسبة لك برودكت ابعت رقم اربعة على الشات وخليني اكلمك في اخر برودكت هتكلم عنه يعني شوية ديتيل وهو اسمه او الزين بادي الزين بادي يا جماعة هو عبارة برضو عن خط انتاج اربعة برودكت اللي موجودين عندنا في المنطقة بتاعتنا والبرودكت دي في مسؤول عن ايه او البراجكت ده هو في مسؤول عن ايه مسؤول ان هو في خلال ثمن اسابيع يقدر ان هو يساعد الناس على خسارة الوزن وكمان على ان هما يبدأوا ان هما يبنوا عضلات ويبنوا جسم مزبوط جدا ويوصل الوزن المثالي بتاعه كمان عايز اقول لكم ان البرودكت دوت عبارة عن اربع منتجات مخترعهم الراجل دوت اسمه مارك مكدونلد مارك مكدونلد يا جماعة هو يعني راجل معروف جدا على مستوى العالم وهو نيو يورك تايمز وعايز اقول لكم ان هو كوتش يا جماعة لناس من مشاهير هاليوود وناس معروفين جدا على مستوى العالم كله وخلينا وريكم شوية كيسز كده قبل الاستخدام وبعد الاستخدام الكيسز دي يا جماعة عبارة عن تمان اسابيع زي ما انت شايفين كده عسرة كيلو جرام في تمان اسابيع ستة واربعين كيلو جرام في تمان اسابيع سبعة وخمسين باوند خمستاشر كيلو جرام اتنين وراثرين كيلو جرام كيسز يا جماعة كتيرة جدا جدا زي ما انت شايفين كده وبردو nou كان بنسبالي من الحاجات المبهرة والناس بتبعد رقم خمسة لوحدها على الشات شكرا يا جماعة على حسن شكرا يا جماعة على حسن تعاونكم وخليني اقول لك بقى ان مش هشرح لك بقى بقية البرودكس طبعا ولكن هدي لك نبزة بسيطة جدا انت منتج مسلا اسمه الريزيرب ده البيست سيلر برودكس اكتر بيعمل مبيعات في شركة جناس في العالم كله الريزيرب ده عبارة عن انتي اكسدن في الفترة اللي فاتت اجمع منظمة الصحة العالمية كانت منزلة تقرير ان مادة الرزبيراترول اللي هي المادة المكونة الاساسية لمنتج الريزيرب المادة دي بتحمي وبتساعد على تعليق المناعة وبتحمي من ظهور او من احتمالية الاصابة بالكورونا فعايز اقول لك ان شركة جناس في سنة الفين وعشرين يا جماعة والتقارير ده كان من ثلاث شهور يعني في اول سبع او ثمان شهور في سنة الفين وعشرين جناس يا جماعة باعت يا جماعة وان بيليون بوكس باعت مليار بوكس يا جماعة انتم متخيلين الرقم عامل ازاي عشان كده البرودكس ده وتواخد الستام بتاعة البيست سيلر وطبعا بقى في برودكس تانية كتيرة جدا مش عايز قعد اتكلم معاك عناها عشان مضيعش وقت بتاعنا اوION بتاعتنا النهاردة عايز اقولكم يا جماعة ان اللي انه حافظتوها ديت هي العمود الاساسي اللي موجود دpra شركة جناس طيب ايه اللي يخليني اخد القرار وانضم في جناس? او ايه اللي يخليني اخد القرار وابقى واحد المواجدين بداخل جناس? فقريني اقول لك الموضوع باختصار هو عبارة عن ايه? الموضوع باختصار يا جماعة破ة هو عبارة عن ان شركة جناس ديت شركة امريكية عملقة وشركة كبيرة جدا. بتقول لك الن نهاردة ايه بتقول لك انا هدي لك بتاعي هدي لك التوكيل بتاعي ازاي هتدي لك التوكيل بتاعها? خليني يقولك انت النهاردة لو راح تاخد توكيل اي شركة في العالم كله. اللي هيحصل اللي هيحصل اontت محتاج تشتري المحل. محتاج انك انت توضى بالمحل دوت. ومحتاج ان اك release بضاعة تحطها فيه. ومحتاج انك انت اتجيب عمالة ومحتاج انك انت بت 조심ulpقا وتفضل تسويق كويس او تقدم لهم حد ما يخبرنا فلوس كتير جدا عشان يعمل لك تسويق ومحتاج ان انت تتوجه اقدماغك لابعاد الدرجات في اللوجستيكس والشحن والحاجات اللي زي كده. شركة بتقول لك انت مش هتعمل كل الكلام دوت ومش محتاج ان انت وتخاطر ان انت تعمل حاجة زي كده. انا الموضوع كله ان الجناز بتدي لك بتاعها مش محتاج تفتح محل جناز بتدي لك مدجر الكتروني مش محتاج توضبه لان الجناز اللي بتعمل الديزاين بتاع المدجر الكتروني بتاعك. مش محتاج تجيب في جناز بتدي لك على تعتها في كل حتة في العالم. مش محتاج تجيب عمالة لان جناز بتعرفك طريقة ازاي تبقى معك شركة وتتشارك وتنجح وكلكم مع بعض. مش محتاج انك انت تتعلم الماركتنج او تجيب حد بتاع ماركتنج لان الجناز بتدي لك الماركتنج تولز ومنظومة تدريبية اللي بتساعدك ان انت تنجح. مش محتاج انك انت تشيل لان الجناس هي اللي بتعمل بالنيابة عنك والشحن والكلام ده كله فابت تالي يا جماعة الخير. الموضوع عبارة عن ايه? عبارة عن فكرة عبقرية جدا 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 ايه هي? هي فكرة انت بتاخد فرينشايز اونلاين. ليه ابدأ في جناز لتلات اسباب هما دول اللي انا هكلم معك فيهم النهاردة وبعد ما خلصهم ابقى خلصت كلامي. السبب الاول هو المنتجات الاكثر من رائعة اللي احنا اتكلمنا فيها يا جماعة دلوقتي مع بعض. طيب السبب التاني هو ايه? السبب التاني الحقيقي هو السبب اللي بخلى اسلام اللي بيكلم معك دلوقتي بدأ في جناس. انا دايما عندي مقولة كده مشهورة بقولها في الوقت ده تحديدا من البريزنتيشن. بقول للناس يا جماعة انا ما بدأتش في جناس عشان خاطر ان انا كان عندي خشونة في المفصلي ولا كان عندي مثلا اه عايزة فتح بشرتي او كان عندي مثلا يا جماعة تجاعيد في بشرتي. انا بدأت في جناس عشان انا كان عندي احتياج مدي. ما كانش عندي تجاعيد في بشرتي. ولكن يا جماعة كان عندي تجاعيد في جيبي كان عندي تجاعيد في حياتي كان عندي تجاعيد في محافظتي فبناء على ذلك أنا بدأت جيناس ليه عشان البيزنس او فرصة الشغل اللي موجودة جوه شركة جيناس اللي أنا دلوقتي حالا هبدأ أعمل لها شير يا جماعة وهشرح لك دلوقتي إزاي تقدر تكسب من جيناس أنا عارف إن الشخص اللي دعاك إنك أنت تكون موجود النهاردة كلمك عن بيزنس فأنا دلوقتي هشرح لك إزاي تقدر إن أنت تستفيد من فرصة الشغل دي شركة جيناس يا جماعة شركة عندها ست طرق للأرباح إيه هم ست طرق دول وعايزك تركز معايا جدا رقم واحد يا جماعة طريقة صمع طريقة المبيعات وطريقة المبيعات هي عبارة عن إيه؟ طريقة المبيعات هي عبارة عن إن أي حد بيكون وكيل لشركة جيناس اللي بيحصل كل منتج بيكون ليه سعرين سعر كده اسمه سعر الكاستمر أو سعر المستهلك وسعر تاني اسمه سعر الوكيل الفرق بين السعرين دول يا جماعة من خمسة وتلاتين لأربعين في المية يعني إيه؟ يعني لو منتج تمنه مثلا مية دولار فأنت بتشتريه بستين دولار ولو إنت هتبيع المنتج دوت من خلال المتجر بتاعك حضرتك هتكسب أربعين دولار اللي أربعين دولار دول هم مكسبك من المنتج الواحد تخيل معايا يا سيدي الفاضل لو إنت قدرت إن إنت تعمل سيلز في الشهر بعشر تلاف دولار سيلز بعشر تلاف دولار في الشهر يعني إنت هتكسب بس من الطريقة الأولى أربع تلاف دولار ودي الطريقة رقم واحد إزاي ببيع إزاي باشتري كل الكلام ده كله إحنا بنعلمه لك من خلال المنظومة التدريبية بتاعتنا وعايز أقول لك إن في ناس كتيرة جدا يا جماعة شطرة جدا في موضوع السيلز وخصوصا السيلز ناس بتعمل صفحات على الفيس بوك بتعمل عليها أرقام مبيعات مهولة أكاونتز على الإنستجرام وجروبات على الواتساب مراكز تجميلية وحاجات كده يعني عايز أقول لك بيقدروا من خلالها إن هم يعملوا سيلز مهولة ودي الطريقة رقم واحد ويلا نخش على الطريقة رقم اثنين الطريقة رقم اثنين هي طريقة أصمها العمولة المباشرة وطريقة العمولة المباشرة يا جماعة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن إن أي حد بياخد الفرنشايز بتاع الجناس إزاي عن طريق إنه بيشتري باقة من المنتجات شركة جناس بتقول لك أنت مش محتاج أن أنت تروح تعمل لي مليون دولار اقتمان في البنك عشان تاخد التوكيل بتاعي وتجيب مقر وكل الكلام ده كله بتقول لك بمنتغة الاختصارة اللي في العالم كل اللي أنت محتاجه إنك إنت تجرب المنتجات بتاعتي عن طريق إن أنت تشتري باقة من المنتجات فتستخدم المنتجات دي وتبدأ إنك إنت توزع سامبلز أو عينات منها على الناس اللي حواليك فلما أنت تجرب المنتجات والناس اللي حواليك تجرب المنتجات وتشوف التأثير القوي جدا بتاع البرودكس ديت هنا هيبقى عندك إيمان قوي جدا إنك إنت تبيق البرودكس ديت وتقدر تستفيد من الفرنشايز دوت فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ بالتالي عشان تكون وكيل لشركة جناس فأنت محتاج إنك إنت تشتري باكتج من الشركة سعرها بيكون فرنج الـ 1500 دولار الفكرة يا جماعة في إيه؟ إن أي حد وكيل بيبدأ من خلالك إنت بتاخد عليه عمولة 250 دولار 250 دولار على إيه؟ على كل وكيل بينضم من خلالي لشركة جناس وبيشتري باكت المنتجات لو إحنا النهاردة افترضنا مع بعض إنك إنت بتضم عشر وكلاء لشركة جناس كل شهر ده معناه إيه؟ معناه أن إنت هتعمل فقط لا غير من الطريقة الثانية 2500 دولار 2500 دولار لما بيبدأ معاك عشر وكلاء كل شهر السؤال أنا بيقول هل عشر وكلاء دوت رقم كبير ولا رقم قليل؟ خلينا أقول لك إحنا عندنا يا جماعة في إحصائيات موجودة في البزنس بتاعنا الإحصائية بتاعتنا بتقول لك إيه؟ بتقول لك إن من كل عشر أشخاص أنت بتدعوهم لعرض عمل جماعي زي اللي إحنا موجودين كده أو بتشرح لهم البزنس في منهم شخصين على الأقل بيبدأوا معاك في البزنس بيكونوا وكلاء في الشركة والثمان أشخاص التانية فيه ناس بتشتري منتجات فيه ناس بتبقى لسه بعد شوية بتبدأ أنصاء ولكن فيه شخصين من كل عشرة بيبدأوا معاك في البزنس دوت الشاهد بالنسبة لي هنا فين؟ الشاهد بالنسبة لي أنت لو عايز عشر وكلاء يبدأوا معاك فأنت محتاج أن أنت تشرح البزنس دوت شهرياً لخمسين شخص يعني بمعدل اتنين مرشح في عرض العمل الجماعي بتاعنا دوت كل يوم تقدر أنك إنت تعمل 2500 دولار من الطريقة رقم اتنين ويلا ندخل على الطريقة اللي بعدها وهي الطريقة رقم 3 والطريقة رقم 3 يا جماعة اسمها طريقة أرباح الفريق وطريقة أرباح الفريق هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن أن الناس اللي بتبدأ معاك العشر أشخاص اللي بيبدأوا معاك أو شخصين أو شخص أو اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل أن الناس دي كمان المبيعات اللي هما بيعملوها والوكلاء اللي بينضموا من خلالهم الكلام دوا بتحسب لك في صورة نقط النقط دي بتتحسب عليها إزاي؟ كل 900 نقطة التسعمية نقطة يا جماعة يعني حوالي 1800 دولارز مبيعات كل تسعمية بوينت انت بيحصل ليهم مبيعات غير مباشرة يعني مبيعات مش منك انت مبيعات من الشركاء بتوعك كل تسعمية نقطة مبيعات بتحصل من الشركاء بتوعك انت بتاخد عليها 35 دولارز 35 دولارز رقم مش كبير ولكن تعال تخيل معايا لو انت كمان سنة سنتين ثلاث سنين من دلوقتي بقى عندك ألف شريك موجودين جوا الفريق بتاعك الالف شريك كل واحد فيهم عمل مبيعات في الشهر كله بتسعمية بوينت يعني ده معناه ايه؟ معناه تسعمية بوينت في الف شريك يعني حضرتك هتعمل 35 ألف دولار أرباح شهرية من الطريقة رقم تلاتة فقط لا غير وعايز اقولكم يا جماعة ان في ناس كتيرة جدا جدا بتعمل الارقام ديت ولكن طبعا مش في البداية الكلام دوت بيحتاج منك شفترة عشان تتعلم وتعلم الفريق بتاعك ازاي يقدر يشتغلوا البزنس دوت واحنا بنكون مسؤولين عن ان احنا نعلمك ونعلم الفريق بتاعك الطريقة رقم أربعة الطريقة رقم أربعة جماعة اسمها حوافز القيادة وحوافز القيادة هي عبارة عن ايه؟ حوافز القيادة هي عبارة عن طريقة من أكتر الطرق اللي حبيبتني جوا شركة جناس ليه؟ لان يا جماعة حوافز القيادة بتقولك ان الناس اللي بدأت معاك مش بس هتكسب من ان هما يشتروا منتجات او ان هما يبقوا وكلاء او ان هما يضموا وكلاء او يبيعوا منتجات ولكن كمان انت هتكسب من مكسبهم يعني كلما هما هيكسبوا اكتر انت كمان بالتبعية هتكسب اكتر ازاي الكلام دوت؟ اي حد بيبدأ من خلالك بيكون اسمه ليبل 1 اي حد بيبدأ من خلالهم بيكون اسمه ليبل 2 وهكذا ليبل 3 4 5 6 7 اول 7 اجيال بالنسبة لك اللي بيحصل معاهم الجيل الاول بتاخد 20% فوق ارباحه الجيل الثاني بتاخد 15% فوق الارباح بتاعته الجيل الثالث 10% 5 5 5 5% انساء الفكرة جماعة بالنسبة لي في ايه؟ الفكرة بالنسبة لي هنا بوائد مهمة جدا الا وهي ايه؟ الا وهي فكرة ان انت النهاردة على سبيل المثال لو انضم من خلالك واحد وكيل اسمه محسن محسن اللي انضم من خلالك دوت بقى بيعمل ارباح في الشهر 10.000 دولار هو بياخد 10.000 دولار بتاعته كاملة وعشان هو وكيل من خلالك يعني في الجيل الاول بتاعك هو بياخد العشرة وانت بتاخد 2000 دولار على كل 10.000 دولار بيعملها محسن لو محسن عمل 10 دولار انت بتاخد 2 دولار الرائع هنا في الموضوع فين يا جماعة الرائع في الموضوع ان دوت حاجة يعني تثبت لك ان الرجل اللي دعاك انك انت تكون موجود النهاردة عايز اقول لك ان راجل دوت هو اكتر واحد في العالم هيكون حريص على مصلحتك ليه حريص على مصلحتك لان كل ما انت هتعمل ارباح اكتر كل ما هو بالتبعية هتا هيعمل ارباح اكتر يعني لو الراجل دوت عايزك تعمل فهو عايزك تعمل ارباح مليون دولار لان هو ساعتها هياخد 200.000 دولار ودي عظمة البزنس بتاعنا يا جماعة هو فكرة الوين وين سيتيواشن وان الناس كلها بتستفيد من شغل بعض وعشان كده البزنس بتاعنا ناجح لغاية دلوقتي ومكمل بمنتهى القوة في خلال السنين اللي فاتت دي كلها وخلينا اكلمك في الطريقة الخامسة والقبل الاخيرة وهي اسمها طريقة حوافز الدايموند حوافز الدايموند هي عبارة عن ايه حوافز الدايموند يا جماعة هي عبارة عن حوافز بتديها الشركة للناس اللي بتوصل لردبة الدايموند شركة جناس عندها 15 ردبة موجودين بالشكل اللي انت شايفه ده من اول الردبة رقم 10 اللي هي اسمها ردبة الدايموند اي حد بيوصل للردبة ديت اللي بيحصل معاه 3% من مبيعات وانا بقول يا جماعة مبيعات مش ارباح من مبيعات الشركة في العالم كله كل 3 شهور بيتم توزيعها على الناس اللي وصلين لردبة الدايموند شركة جناس السالة في 3 يا جماعة باعب 1.46 بليون دولارز 1.46 بليون دولارز دولارت يا جماعة 3% بتاعتهم هي عبارة عن ايه هي عبارة عن خمسة واربعين مليون دولار خمسة واربعين مليون دولار بيتم توزيعها على الناس اللي وصلين لردبة الدايموند في الشركة اللي هم عددهم تقريبا حوالي مية وستين او مية وسبعين شخص وعايز اقول لك ان دي طريقة رقم خمسة ويلا ندخل على الطريقة الستة والاخيرة والطريقة رقم ستة اسمها ايه اسمها طريقة الحوافز الشهرية وجناس متميزة جدا في الموضوع دوت في موضوع الحوافز الشهرية ان هي كل شهر بتنزل جدول للحوافز بتقول لك ايه في الجدول ده بتقول لك انت وفريقك لو في خلال الشهر ده عملتوا مبيعات بالرقم ده فانت هتاخد العمولات دي والفريق لو عمل مبيعات اكتر او ضم فيه وكلاء اكتر فانت هتاخد الرقم ده من العمولة عايز اقول لكم يعني خليني اوري لك مثلا ايجزامبل للطريقة دية او خليني اوري لك مثلا ايجزامبل واحد من طرق الحوافز الشهرية مثلا ان انت تقدر ان انت كل ما تعلى بالردبة بتاعتك او كل ما تكبر مبيعات الفريق بتاعك تعمل عمولات العمولات ده تجماعة بتوصل احيانا لارقام كبيرة جدا خليني اعمل شير للاسكريم بتاعتي ووري لك واحد مثلا من دمن البروموشنز او من دمن العروض الشهرية اللي عملتها شركة جناس تقدر تعمل لحد عشرين الف دولار اكسترا فوق الكميشنز اللي انت بتعملها لو انت قدرت ان انت تنجح في تحقيق الطريقة رقم ستة يعني عملت مبيعات في خلال نفس الشهر طيب كده ان خلصت يا جماعة خطة العمولات لو حد يا جماعة فاهم خطة العمولات وحاسس ان هو متحمس من خطة العمولات يبعت رقم عشرة على الاتشات وخليني اشوف الانتر اكشن بتاع الناس اللي موجودة وكمية رقم عشرة كبيرة جدا موجودة على الاتشات والكمبنسيشن يا جماعة او خطة العمولات هو السبب التاني احنا قلنا السبب الاول هو الشركة والبراودكس بتاعتها السبب التاني هو خطة العمولات اللي موجودة في الشركة السبب التالت يا جماعة هو عبارة عن اين خلييني اقول لك السبب التالت بالنسبة لي هو عبارة عن واحدة من اهم الاسباب مش اللي خلتني ابدأ في البزنس يعني انا بدأت البزنس عشان اعمل فلوس بصراحة عشان خاطر السبب رقم اتنين طب استمرت ليه في البزنس عشان السبب رقم ثلاثة السبب رقم ثلاثة يا جماعة هو اسمه ايه هو اسمه الكميونيتي جناس بتديلك برودكس رائعة وكمبنسيشن بلان رائعة وكميونيتي رائعة يعني ايه كوميونيتي؟ كوميونيتي يعني مجتمع مجتمع ايجابي انا مؤمن جدا ان جناس يا جماعة مش بس بيبيعوا منتجات قيمة وجناس يا جماعة مش بس بيبروموتوا البزنس اوبرتينيتي رائعة غيارة حياة ناس كتيرة جدا على مستوى العالم ولكن جناس يا جماعة هم بيخلقوا مناخ ايجابي للناس اللي موجودة وموضوع المناخ الايجابي دوك ما تستقلش به ليه ما تستقلش به خليم اقولك في كتاب يا جماعة معروف جدا اسمه 15 laws for development 15 قانون للنمو والواحد كاتب معروف جدا اسمه جانسي ماكسول بيتكلم عن اهم قوانين النمو وازاي البني ادم يتطور الراجل ده جماعة كان بيتكلم ان القانون الاول والاساسي لنمو ونجاح اي بني ادم في العالم قانون اسمه قانون البيئة قانون البيئة يعني ايه يعني البيئة اللي انت بتحاصر نفسك بيها هي اللي بتكون مسؤولة عن مستقبلك يعني لو انت النهاردة البيئة اللي حواليك هي عبارة عن خمس اشخاص مليونيرز فانت بقيت السادس بتاعهم فانت هتبقى مليونير زيهم لو انت البيئة اللي حواليك هي بيئة مش اوكاي فللأسف برضو حياتك مش هتكون اوكاي انا اتعلمت يا جماعة حاجة اتعلمت اننا النهاردة لو عايز اكون في مكان معين اشوف مين الناس اللي النهاردة موجودين في المكان ده واروح احط نفسي وسطهم وكده كده سيب نفسك لقانون البيئة وقانون البيئة هياخدك لوحده وهيغير لك حياتك لوحده عشان كده يا جماعة الناس دايما بتحرص على فكرة البيئة دايما بتحرص على فكرة ان هي تخلق مناخ ايجابي للموزعين اللي موجودين فيها دايما يا جماعة بتحرص على فكرة ان هي تعمل لنا تدريبات تجيب لنا اشهر موجودين على مستوى العالم الايفنت اللي فات بتاع الشركة كان معانا تاني روبينز لو انت ما تعرفش تاني روبينز جو ان سيرش عن تاني روبينز ده اهم في العالم وعايز اقول لك انه اغلى موجود في العالم يا جماعة رائعي بياخد مليون دولار في الترينيج الواحد وطاني روبينز واحد من الناس المشاهير جدا وكل الناس المشاهير والناس والناس النجحين دايما جناس بتحرص على ان هما يعلموا الناس الجديدة ازاي يقدروا ان هما ينجحوا مش بس كده ودي اخر حاجة انا عايز اقولها لك جناس كمان بتحافز على الكميونيتي عن طريق حاجة اسمها الانسانتف تراب والانسانتف تراب هي عبارة عن ايه هي عبارة عن الرحلات الحاف الحوافز اللي بتعملها شركة جناس لكل الناس اللي بيقدروا ان هما يحققوا الطارجت الطارجت طبعا بيكون سهل جدا وبسيط جدا ولكن المقابل بتاعه بيكون كبير جدا المقابل بتاعه ان جناس بتصفرك على حسابها لجميع دول العالم انا يا جماعة سفرت مع جناس على سبيل المثال سفرت بالي في اندونيسيا سفرت يا جماعة ميلان في ايطاليا سفرت هواي في امريكا وعايز اقول لكم ان ان شاء الله عندنا سفرية جاية هيكون عندنا حوالي اكتر من 300 ل350 شخص من منظومة كايزن المنظومة اللي انا ليا الشرف ان انا جزء منها الناس ديت يا جماعة هيكونوا موجودين في كابو سان لوكس في المكسيك ولو انت بدأت معانا في خلال شهر ديسمبر فانت تقدر ان انت تبقى 21 وعايز اقول لكم اخر حاجة هعملها معاك اني هوري لك فيديو كده صغير او مقتطفات من فيديو للشباب اللي موجودين عندنا في التيم من كل حتة في الوطن العربي وهم بيشاروا بتاعتهم مع لما كنا في بالي في اندونيسيا خليني اوري لك الفيديو والدقية جماعة الناس دول اتفرق معاهم جدا جدا فكرة الكميونيتي والشاهد في الموضوع ان الناس ديت رجعت من الانسان كلهم النهاردة من الطب ليدرز اللي موجودين في الشهر انا اليوم موجود ببالي بجنة الله على الارض كثير بحب السفر بس اكتشفت انه في اشي احرى من السفر هو انك تسافر ببلاشة احنا اليوم موجودين ببالي باول انسنتيب ترب مع جناس لايلي تمنى انه كل اياتكم تكونوا نكس ترب موجودين فيها وتعيشوا وتحسوا بالاشياء اللي احنا تحسين فيها ولي شايفينها بهذا البزنس وقدي هو كبير وقدي الشركة اللي عم نشتغل فيها جدا كبيرة وجدا ضخمة باولا احنا خطب الواحد وأنا شخصيا وأنا جاي لهون كنت تحطط تحسين معينة للتريبهاي بس دائما جيناس جلوبال عم بتفاجئنا باشياء دائما بكون أبوف تحسين بشكل خيالي بشكل رهيب اليوم ما في اي مشاعر ممكن توصف قديش احنا كلنا ثقة بواحده من الشركات اللي عم تبهرنا دائماً بطريقتها وبأداءها وبكفائتها معانا كمان حتى اليوم عم نختم هاي الرحلة كانت تجربة وايكسبرينس جداً 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 قوية بالوقت اللي بتعود فيه مع هذا اللفل من الليدرشب مع الناس اللي عم تعمل هايوج ريزلت بالوقت اللي منقعد ويهاب سناك فيه منقعد على البيتش منقعد مع بعض ويهاب فن بتشوف قديش هدول الناس عم بشتغلوا على سكيل جداً عالي وهذا الاشي اللي بيخليني هاك اقعد مع نفسي وافكر قداش ممكن الواحد يكونت عنده روم to level up the business ...وزنج كنونت أول مجموعة لتحققاته ويقوم بك بخصوص بأسرعك ويقوم بك بمعضل لترعب ويقوم بك بك بمعضل المحاولات واليوجهة لترعب لكي يحترقكتك ويقوم بك بطريقة ويقوم بك ببعضل ستعرفت للجميع ويقوم بسرعين نرى أكبر من أحسن الحاجات اللي خاصلتلي من ساعة مبادات مش بس بسبب انها فور فري مش بس بسبب الكميونيتي والعيلة اللي موجودة هنا ولكن بسبب ان انت تكون موجود مع الناس النكحين على مستوى العالم كله بتتجمعوا مع بعض بتاكلوا مع بعض بتخرجوا مع بعض فسحوا مع بعض اكتيفيتز مع بعض كل حاجة مع بعض انت الفكرة كلها بملتها البساطة نجاحك وطريقة تفكيرك بيساوي نجاح وطريقة تفكير اقرب خمس اشخاص لك فما بالك لو انت متحوض بكل الناس نكحة دي اكيد 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 حياتك تكون مختلفة اي لوف جيناس سو متش على الحاجات اللي هم بيعملوها عشان عايز اقول لكم يا جماعة فعليا واحدة من الحاجات الاساسية اللي موجودة هو فكرة قانون البيئة وبكده عايز اقول لك اني ابقى خلصتلك الكلام اللي انا عايز اقوله النهاردة انا ليه اخد القرار وابدأ في جيناس لتلات اسباب رئيسيين جدا رقم واحد المنتجات والشركة رقم اتنين خطة العمولات اللي النهاردة ناس كتيرة جدا حياتها تغيرت بسببها ورقم تلاتة الكميونيتي او البيئة اللي بتكون موجود فيها لما بتكون جزء من عيلة جيناس وعيلة كايزن اورجنيزيشن واحنا يا جماعة عندنا منظومة اسمها كايزن اورجنيزيشن هي المنظومة المسؤولة عن التدريبات والمسؤولة عن مساعدة كل الاشخاص الجدد اللي بيبدأوا في منطقة الشرق الاوسط كلها والمتحدثين باللغة العربية وكايزن يا جماعة كلمة يابانية معناها الكونتينيوس ديبلوبمينت او التطوير المستمر وده دايما اللي بتحرص عليه منظومة كايزن ان هي تعلم وتدرب كل الناس اللي بيبدأوا في المنظومة طبعا فور فري الناس بتتعلم الكلام دوت ببلاش ولكن بتتعلم الكلام دوت ليه عشان الفريق كله يكبر لان الفريق كله يا جماعة بيشتغل عشان كله يساعد بعضه ان كله ينجح للافضل ويخليني اقول لك انك محتاج تركز جدا جدا في التلت ساعة الاخيرة اللي جاية ليه لان الشخص اللي هيكون دلوقتي حالا موجود معنا هو مؤسس منظومة كايزن ارجانيزيشن هو الراجل يا جماعة اللي بدأ البزنس دوت من عشر سنين هو كان السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في دخولي اصلا جوه المجال دوت وهو اللي عرض علي البزنس ده من عشر سنين وبسبب الراجل دوت بعد توفيق ربنا انا حياتي اتغيرت كليا وجزئيا من البزنس ده والراجل دوت يا جماعة ما كتفاش بكده الراجل دوت اسس منظومة كايزن ارجانيزيشن وعايز اقول لك ان المنظومة ديت قدرت ان هي تساعد كل واحد موجود في الريجن بتاعتنا عشان يغير حياته للأفضل عايز اقول لكم يا جماعة ان الراجل دوت المنظومة بتاعته بتعمل سيلز بتوصل لخمسة مليون دولار مبيعات في شركة جناس في الشهر الواحد بسبب ايه بسبب النظام التدريبي اللي موجود وبسبب التستامني او القصة الرائعة اللي انت هتشوفها دلوقتي حالا مع الشخص اللي هيكون موجود معانا دلوقتي حالا وخليني اعمل لك شير لفيديو مدته دقيقتين هو فيديو تعريفي مين هو الشخص دوت وازاي الشخص دوت قدر ان هو يوصل من الزيرو من الصفر الواحد النهاردة من انجح الناس هل انت مستعد؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 دلوقتي تشكر الراجل العظيم والعبقاري اللي كان بيتكلم قبلي الدابل دامن داريكتور والكازن داريكتور دكتور اسلام وصفي على المعلومات الرائعة وعلى طريقة العرض الاكتر من ممتازة لكل الناس الموجودة فياريت كل الناس تبعت على الشات الكلام ده طبعا يا دكتور اسلام قبل مبدأ كلام الحقيق بشكرك على المقدمة الرائعة جدا 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 دي اولا سلام عليكم لكل الناس الموجودة في البداية اعرف حضراتكم بنفسي سريعا جدا انا اسمي اسلام محمد دكتور صيدلي وفي بعض الدول اللي بيقولوا عليه صيدلاني خريق كلية صيدلة جامعة القاهرة دفعة 2010 وبشتغل المجال اللي حضرتها جاي تسمع عنه النهاردة وتعرف تفاصيله اكتر بقالي عشر سنين ودي السنة الحداشر اللي بدأت بمنتهى البساطة جدا علاقتي بصيدلة دلوقتي يمكن زي علاقتي كده بأنجلينا جولي مفيش اي علاقة تماما واحد بدأت شغل ده بدأت اشتغل الشغل ده مع صيدلة بدأت الدنيا هنا تكبر اكتر بدأت ان انا اشوف ان البزنس ده ممكن اتعامل فيه او اشتغل فيه بشكل وشكل احترافي الحمد لله فضل ما ربنا صحنا وتعالى الدنيا اتغيرت بالكامل ولكن خليني اجاوب على سؤال بيدور في عقل كل الناس دلوقتي مش كل الناس فيه دلوقتي يا جماعة تلات انواع من الناس النوع الاول هو نوع فاهم مستوعب الكلام قاعد مجمع كل حاجة بيقولك اه تمام انا الدنيا زي الفل كل حاجة تمام اه انا كده فاهم انا بس محتاج اعرف الخطوات العملية هبدأ ازاي ده اول نوع النوع التاني بقولك بص هو يعني الفكرة مش واضحة قوي بس انا عند شوية تساؤلات كده في عقلي بيرضو مش فاهم يعني هو يعني الموضوع بين نص نص يعني حلو النوع التالت قاعد بقى عمل كده بزر اه طب حرجتوا عايزين مني ايه المنتجات حلو والشركة عظيم تلاتة بالله العظيم انا ما فاهم ما انا هعمل ايه انتوا عايزين مني انا ايه يا ريت تبعتلي انت من النوع الاول ولا من النوع التاني ولا من النوع التالت اوكي طيب ناس كتيرة جدا بعت النوع الاول وناس بعت النوع التاني وناس بعت النوع التالت طيب ده شيء عظيم جدا خليك مركز معايا في خلال الدقاية الجاية لاني جاي اكون موجود معاك في الميتينج ده ليه عشان اعرفك بالزبط اجابات على كل الاسئلة اللي بتدور في عقلك رقم اتنين هتشتغل ازاي طبيعة شغلك ايه انت المفروض تعمل ايه جوا شركة جناس والخطوة التالتة وايه الاهم ايه هي المفاجأة ايه هي المفاجأة اللي بسببها احنا عاملين اصلا الجروب بريزنتيشن اللي فيه لغاية دلوقتي اكتر من 3000 شخص موجود في الميتينج بتاعنا النهاردة بمنطقة البساطة جدا فيه مفاجأة اه المفاجأة دي هاتي تقال في الاخر واكتب معايا الكلام اللي جاي اكتب معايا الكلام اللي جاي ولازم يكون معاك ورقة وقلم لازم يكون معاك ورقة وقلم عشان تكتب الكلام ده اكتب الحاجة اللي جاي دي في خلال شهر يناير وشهر فبراير كل الناس اللي موجودة باذن الله هتقدر تبدأ لما تبدأ معانا ان شاء الله هتقدر تعمل في خلال الشهرين دول ما لا يقل عن من 3000 الى 5000 دولار في خلال الشهرين دول طبعا فيه ناس اقولك ايه انت بتقول ايه من 3000 ل5000 دولار اسمع معايا وخليك ماشي معايا للاخر ماشي مع بعض يا جماعة ماشي مع بعض لو ماشي مع بعض ومتفقين ابعثت رقم واحد على اللي تشار تمام اوكي برفيكتو 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 طيب خليني الاول ابدأ كلامي مع كل الناس السؤال هنا بيقول يا هل ترى ليه واحد دكتور صيدلي يسيب صيدلة ويسيب المجال اللي هو درسه لمدة خمس سنين والـ H2SO4 والـ HCL والـ NA2CO مش عارف ايه والكلام ده كله ويشتغل في مجال ليس له اي علاقة بدرسته تماما اكتب عندك المعلومة دي قاعدة واحدة فقط لغير هي اللي خليتني ااخد القرار ده في ناس بعض تالي بتقولي عشان الفلوس خليني احكي لك يا اكتب كده عندك اكتب عندك قاعدة دي بتقول القيام بنفس الافعال يؤدي الى نفس النتيجة والقيام بافعال مختلفة هو الطريق الوحيد للوصول لنتيجة مختلفة طيب ده معناه ايه يا اسلام معناها ان كتير من الناس اللي يمكن مش عاجبها الوضع اللي هم عايشين عليه دلوقتي ولكن مستمر في انه بيعمل نفس الافعال كل يوم كل يوم وبيتوقع نتيجة مختلفة احب اقولك ده مش هيحصل لانك لو بتعمل نفس الافعال كل يوم هتلاقي نفس النتيجة بتعمل افعال مختلفة ساعتها هتلاقي نتيجة مختلفة طيب ركز بقى معايا في الكلام اللي جاي دلوقتي طيب خليني كده توشير الاسكرين أوكي طيب بمنطقة البساطة جدا يا جماعة عشان توميك انتوا شايفين يا جماعة الشاشة عندي شايفين الشاشة صح أوكي تمام بيرفت طيب بمنطقة بساطة جدا في قاعدة يا جماعة انا اتعلمتها في حياتي القاعدة مكوناة من ثلاث حروف ايه الثلاث حروف دول الحرف الاول هو الره والحرف التاني هو القاف والحرف التالت هو الفه طيب الره كل الناس عندها الحرف ده وكل الناس نفسها يكون عندها الحرف الاخير وعشان الناس يكون عندها الحرف الاخير محتاجة الحاجة اللي في النص الره هي الرغبة كل الناس اللي موجودة في الميتنج ده جماعة عندها اهداف كتير نفسها تعملها اللي عنده أهداف واللي عنده احتياجات واللي نفسه يعمل حاجة كبيرة في حياته واللي عنده عايز يكون مستقبله واللي عايز يبني حاجة لمستقبله واللي عايز يعمل دخل إضافي حاجات كتير ماشي مع بعض يا جماعة طيب القف هي إيه؟ هي القدرة كل الناس عندها الرغبة ولكن زي أنا كإسلام من 11 سنة ما كانش عندي القدرة لتحقيق كتير من الرغبات اللي أنا محتاجها في حياتي كتير من الرغبات دي ما كانتش عندي طيب ولكن عشان الرغبة تتحول إلى قدرة في أنك تحقق كل الرغبات بتاعتك حضرتك محتاج فرصة وهو ده اللي أنا كنت بدور عليه طيب الفرصة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن شيء برا الحاجة اللي أنت متعود تعملها كل يوم وكتب ده عندك لازم يكون الفرصة دي حاجة برا اللي أنت بتعمله كل يوم ليه؟ لأن اللي أنت بتعمله كل يوم بمنتهى البساطة جداً بقى لك كتير عندك رغبة وبقى لك كتير ما عندكش القدرة لتحقيق الرغبة فحضرتك بتدور على الفرصة وعشان كده أنت النهاردة موجود فيين؟ موجود في الميتينج معنا أولا لأ هي دي تل تعالى بقى نشتغل مع بعض ونتكلم أنت دلوقتي سمعت عن شركة سمعت جناس منتجات شركة جناس واحد صاحبة تكلمك وقال لك والله تعالى فيه فرصة عمل أوكي دلوقتي السؤال هنا بيقول إذا أنا اشتغلت مع جناس هل أنا هعرف أعمل نتائج؟ الإجابة لأ ليه؟ لأنك ما عندكش أي خبرة تماما عن المجال ده أصلا طب إزاي يا إسلام أنا ممكن لو اشتغلت معاكم أقدر أعمل نتائج وإيه اللي بيضمن الحاجة دي؟ اكتب بقى معايا الكلام اللي جاي دلوقتي إن فيه منظومة اسمها كايزن أرجانيزيشن إيه المنظومة دي؟ دي منظومة تدريبية مسؤولة عن تعليم الناس أيا كان المؤهلات بتاعتهم وأيا كان الخلفية الاجتماعية أو المادية أو الثقافية أو أيا كان إنه يقدر ينجح في الشغل ده؟ طب من خلال إيه يا إسلام؟ حاجتين واحد المطلوب أنا مطلوب مني إيه بقى عشان أشتغل الشغل ده وأنجح فيه وده سؤال ناس كتيرة أوي كانت عملة تبعاته على تشات من شوية مطلوب منك ثلاث حاجات والثلاث حاجات دول كل واحدة من الثلاث حاجات هسألك هتعرف تعملها ولا لأ؟ لو مستعد تعمل الثلاث حاجات دول هتنجح معنا في الشغل لو مش مستعد تعمل حاجة من الثلاثة بنصحك بلاش الشغل ده لأنك مش صرف تعمل في حاجة تمام؟ أول حاجة ثلاث ساعات شغل كل يوم في حد من الناس اللي موجودة هنا عنده مشكلة في إنه يشتغل ثلاث ساعات كل يوم؟ آه ولا لأ؟ ابعتوه مع لشهالة يا جماعة تمام؟ كل الناس أو معظم الناس اللي بعثت كل الناس لاx 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 ما عنديش مشكلة تمام 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 أوكي الثلاث ساعات دول يعني حضرتك لو بتشتغل شغل تاني تعرف تشتغل مع الشغل ده من غير ما تسيب شغلك الأولاني يعني حضرتك لو بتدرس أو في دراسة أو في جامعة بتقدر تشتغل معنا الشغل دوت من غير ما يأثر على دراستك حاجات كتير قوي اوي اوي لو عندك مشروع تعرف تشتغل الشغل ده. لو ما بتشتغلش اصلا فاكيد انت محتاج شغل من الاساسه. طيب. التلات ساعات دول هشتغلهم حاجة. امتة? هتشتغل التلات ساعات دول? اي وقت. انت تحدده. الصبح او بالليل. عادي. طيب. فين المكان? اي مكان. في الشغلك اللي انت بتشتغل الصبح? او في بيتك? زي ما انا قاعد الوقت? او مسلا في اه 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 اه. فمسلا في العربية? في اي مكان. ليه يا جماعة? لان احنا بنشتغل شغل اونلاين. الاونلاين ده اللي خلى حضرتك وانت قادش في البيت. تحضر ميتنج النهاردة وانا قاعد في بيتي. في اختلاف ما بين الشغل زمان والشغل النهاردة. في سنة الف تسوماية وتسعين كان الواحد لازم ينزل ويشقى ويطلع عينه ويعرق ويموت عشان يعمل نتائج او يعمل فلوس او يعمل حاجة مختلف في حياته. هنا الموضوع مختلف. لان باستخدام الانترنت كل الناس النهاردة بقت حياتها مختلفة تماما. واكتب عندك معلش المعلومة دي. عايزك لو سمحت تكتبها. في سنة الفين واحد وعشرين اللي مش هيعمل فلوس من خلال الانترنت مش هيعمل فلوس. اللي مش هيعمل فلوس من خلال الانترنت مش هيعمل فلوس. وحط تحت المليون خط يبقى رقم واحد ثلاث ساعات. طيب النقطة التانية. تاني حاجة التدريبات. طيب في ناس بتسأل بدول طب انا يا اسلام يعني هشتغل ايه من يعني في التلاث ساعات دول وهامل ايه والدنيا هتمشي ازاي اكتب عندك. حضرتك هتحضر معنا تدريبات عشان تتعلم ازاي تعمل الكلام ده وكل ده من خلال كايزن ارجن. التدريبات اول حاجة تدريبات فردية. وتاني حاجة تدريبات جماعية. طيب التدريبات الفردية اي حد بيبدأ مع شركة جناس ومع كايزن ارجن بيتم تعيين شخص اسمه المدير المسؤول. الشخص ده بيعمل ايه? بيبقى مسؤول عن تعليمك كل الخطوات بتاعت الشغل والتطبيق العملي بتاعك. حلو? لمدة كم يوم اول عشر ايام ليه? عشان في العشر ايام دول ازا طبقت الكلام اللي الراجل ده اقوله لك. وازا اشتغلت تلات ساعات كل يوم. حضرتك تقدر تعمل من متين الى خمسمية دولار في اول عشر ايام. بشر. تشتغل تلات ساعات كل يوم وكمان تحضر تدريبات. في ناس بتسل بدول طبع اسلام. هو التدريبات دي هتكون فين? برضو اونلاين. برضو? اه برضو اونلاين. ماشي ما باد? طيب. التدريبات الجماعية حاجتين. تدريبات اسبوعية كل يوم جمعة. وتدريبات شهرية كل اول يوم في الشهر. مين اللي بيعمل التدريبات دي? اكتر ناس دخلا وخبرة على مستوى الشرق الاوسط والعالم كله في الصناعة بتاعتنا وفي شركة جناس. الناس دول بيدولك من خبراتهم. ففي واحد بايب بيسألني دلوقتي. هو التدريبات دي بيفلوس? التدريبات دي يا جماعة? فور فري. التدريبات دي? فور فري. كايزن ارجنزيشن هي منظومة غير هادفة للربح. منظومة مسؤولة عن تعليم الناس. ازاي يقدروا يشتغلوا الشغل ده? علشان يقدروا يعملوا نتائج. بس كده? بس كده. لان احنا فريق عمل واحد وكلنا بنشتغل جوه شركة جناس. جميل الكلام? طيب. يبقى دي التدريبات? اه دي تدريبات. طب رقم ثلاثة والاخيرة. هو التطبيق. ان حضرتك تطبق الكلام اللي بيحصل فيه ايه? اللي بتتعلمه. ليه بقى يا جماعة? في ناس كتير زي انا زمان. اول ما بتريدت الشغل ده كنت فاهم نفسي ان انا هعرف اشتغل الشغل ده من غير ما حد يعلمني. ليه? يا باش انا فاهم. وبعدين انا فهمت الليه هم الناس دي هي كيميا? ما انا اخش ازبط الدنيا. اول ما دخلت بدأت اشتغل بما يسمى بالايجيبشن فهلاويشن. الفهلاوة المصرية فاهمه صباح الفل وانا هعرف اعملوا بتاع. طبعا كنت عايز اطبق مجال صيدلة الكيميا جوه التسويق. فايه اللي حصل اللي بست في الحيطة? ما عملتش ولا ربع جنيه. لسبب لاني ما كنتش بطبق الكلام اللي كان بيتقلي. ولكن بعد ما بدأت اطبق الكلام. بعد ما بدأت اسمع الكلام. بعد ما بدأت اتعلم وطبق اللي بتعلمه. بعد توفيق ربنا الدنيا اختلفت تماما. يبقى النصيحة مني ليك يا جماعة. تلات حاجات مطلوب منك تعملهم. واحد. تلات ساعات شغل كل يوم. رقم اتنين تدريبات. ورقم تلاتة التطبيق. لو ما عندكش مشكلة في المطلوب. عايز كل الناس تبعط لي رقم عشرة. دلوقتي حالا على اللي تشات. اوكي 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 بيرفكتو. طيب ده يا جماعة المطلوب. تعال نتكلم في النقطة التانية. طب اسلام انا موافع على المطلوب وانا تمام وعايز اشتغل معاكو بقى. الدنيا هتمشي ازاي? دي اسمها الخطوات. طيب. الخطوات بتاعة الشغل. الخطوات واحد. ان حضرتك بتكلم الشخص اللي دعاك لحضور الميتينج ده. والشخص ده بيدعو المدير المسؤول ده او بينسك معاك. مع المدير المسؤول ده عشان حالكتو بمعاك. حل? في الميتينج ده بيحصل ايه بقى? واحد. حضرتك بتختار الباقة من الباقات اللي موجودة زي ما كان دكتور اسلام واصي بيتكلم وشرح من شوية. اتنين. العقد الالكتروني اللي ما بينك وبين شركة جناس اللي بيحفظ لك حقوقك كاملة مكملة مع الشركة. تلاتة. هو بداية العشر ايام الاولى للتدريب. ده معناها يا اسلام ان انا من اول يوم هبدأ فيه معاكو. هو اول يوم هتدرب وهو اول يوم هاشتغل. الاجابة اه. اول يوم هتبدأ. هو اول يوم هتاخد التدريبات. وهو اول يوم هتبدأ معاه او هتبدأ معانا شغل جوه شركة جناس وجوه كايزن ارجانيزيشن. ماشي ما بعد يا جماعة? ماشي ما بعد? اوكي. طيب. تعال بقى نتكلم في نقطة في غاية الاهمية. ايه النقطة دي? النقطة دي بتقول ايه? بتقول زي ما كان دكتور اسلام بيتكلم. انا ايه اللي خليني اشتغل في جناس? وهو ده السؤال اللي اي حد بيجاوب عليه لما واحد يسألك انا اشتغل ليه جناس? تشتغل في جناس? رقم واحد عشان المنتجات. هل انت تعرف ناس محتاجة منتجات? اه. كل المنتجات اللي كان دكتور اسلام بيتكلم عنها فيه ناس كتير محتاجها. فيه ناس محتاجة تخص. فيه ناس محتاجة عندها حبوب في وشة وحفر مكان الحبوب او السليوليت وتكتلات دهنية وستريتش ماركس او الكلام ده كله. فيه ناس تلتة شعرها بيقع. فيه ناس ربع عندها خشونة في المفاصل. فيه ناس كتير. عندك ده? اه. ولكن اللي بينقصك الطريقة. الطريقة اللي بتتعلمها في التدريبات. طيب. اتنين. حضرتك تعرف ناس. واكتب عندك المعلومة دي. تعرف ناس عندهم احتياج لفرصة عمل او لدخل اضافي او لا لا. اه. طب انا يا اسلام مش عارف هاشر اوصل لهم القصة دي ازاي او هفهمهم ازاي. الكلام ده من خلال التدريبات. لو انت عملت ده كتير اللي هو وفرت فرص عمل لناس كتير. ويه. كنت سبب في ان ناس كتير تكون بتاخد المنتجات بمنتهى البساطة جدا. الحاجتين دول هيخلوك تعمل دخل من جناس. مش على مبيعاتك المباشرة. امال على ايه? على مبيعاتك المباشرة. ومبيعات الناس اللي هتشتغل معاك هما كمان. حلو كده? طيب. دلوقتي دي اول نقطة. كده كل الناس. فهمك? انا هعمل ايه? مطلوب اني عشرة اشتغل معاكم. رقم اتنين. الخطوات عبارة عن ايه? ولكن تيجي النقطة بقى المهمة جدا جدا. اللي ناس كتير قوي. اه 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 يعني نفسها فيها وناس كتير عما تبعاتلي على الاتشاد. في ناس عندها اسئلة كتير. كل اللي انا طلبه من حضرتك. تبعاتلي دلوقتي على الاتشاد. اي سؤال بيجي فعالك او اي سؤال عندك? وانا هجاوبك على السؤال بتاعها. اوكي? هجاوب على مؤزم الاسئلة بتاعة الناس. طيب. خلينا كده نمسك الاسئلة. يا جماعة انا عايز اقول لكم ان انا اللابتوب عندي. اللي هو خلاص قال لي بقول لك ايه انا اوكي. طيب. اول حاجة. في ناس بعدها بتقول. دلوقتي اسلام انت شغال بقى لك اديف جي ناس وعملت منها ايه? حاجي لك كمان شوية هواريك الكلام ده كله. طيب. رقم اتنين. هل الشركة بتشتغل في بلجيكا? او الشركة بتشتغل في بلجيكا والشركة بتشتغل في كل دول اوروبا بالكامل. والشركة يا جماعة بتشتغل في الدول الاتية اللي هقول عليها. الشركة بتشتغل في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وفي مصر وفي السودان وفي الاردن وفلسطين وتركيا والامارات والسعودية والسودان وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان وكل الدولة وموريتانيا أوكي وتونس ومعظم الدول أوكي جناس بتشتغل فيها بنسبة 100% طيب متفقين يا جماعة للكلام دوت النقطة التانية السؤال التاني في واحد اسمه احمد علي بيسأل بيقول وطبعا في العراق جناس متقلقة في العراق احمد علي بيقول ازاي ممكن اقدر اقبض او اخد الارباح بتاعتي او العمولات بتاعتي لو سمحت اكتب عندك الكلام دوت تلت حاجات ممكن يخلوك تاخد العمولات او تلت طرق تاخد العمولات بيها اكتب عندك لو سمحت رقم واحد كاش من خلال حاجة اسمها الساين اب توكن بالتنصيق مع المدير المسؤول بتاع حضرتك اتنين فيزا ديب كارد او ديبت كارد بتجيلك مع الباقة والديبت كارد دي بتخليك تحطها في اي اتي ام في الشارع وتسحب العمولة بتاعتك دي النقطة التالتة يا سوري التانية النقطة التالتة في بعض الدول اوكي في بعض الدول بيحصل ايه يا جماعة كل الناس سمع صوتي كل الناس سمعيني الصوت واضح يا جماعة صح الصوت واضح اوكي واضح تمام الخطوة التالتة في بعض الدول بيكون في تحويل بنكي على حسابك مباشرة بتاع البنك من شركة جناس تمامت دول التالت حاجات اللي ممكن يخله اي حد يقبض العمولات بتاعته طيب في حد تاني بيسأل بيقول طيب يا اسلام هل التدريبات ليها مواعيد محددة التدريبات الفردية اللي مع المدير المسؤول ما بتكونش ليها مواعيد محددة اما التدريبات الجماعية ليها مواعيد محددة طيب زي ايه اسلام التدريبات الجماعية التدريبات الجماعية جماعة التدريبات الجماعية بتكون تدريبات كل اسبوع يوم والجمعة ساعتين بتفضي نفسك فيه ومعظم الناس بتكون اجازة يوم والجمعة والتدريبات الشارع بتكون كل يوم واحد من كل شهر طيب في حد بقى بيقول كيف بنعرف مواعد التدريب من خلال جروبات على الواتساب وجروبات على التليجرام بتعرف بيها التفاصيل بتاعت الكلام ده طيب في ناس بقى بتقول اوكي طيب كيف راح ابدأ اشتغل هتبدأ تشتغل ازاي بالتنصيق مع الشخص اللي دعاك لحضور الميتينج ده هينصق لك ميتينج مع حد من المديرين المسؤولين وعشان تبدأ معنا الشغل اوكي في حد بيقول هو انا ازاي اقدر ابيع المنتجات وازاي اقدر اشتغل كل ده بيحصل من خلال التدريبات وانك تتعلم ازاي تعرف تشتغل الشغل ده من خلال التدريبات بتاعتنا طيب مين هو المدير المسؤول المدني بيسأل بيقول مين هو المدير المسؤول بتاعي اسأل الشخص اللي دعاك وهو يوصلك باقرب مدير مسؤول لي لان كل مدير مسؤول بي مسؤول عم مجموعة من الناس اوكي حلو اوي في حد بعتلي سؤال مهم جدا بيقول لي هل مستقبل العمل مضمون في المستقبل مع شركة جناس طيب خلينا اقولك احمد مصطفى بيسأل السؤال ده هسألك سؤال يا احمد هارد عليك في النقطة رائعة بسؤال انا النهاردة كشخص دكتور صيدالي ما عنديش اي شغل تاني بشتغله غير شركة جناس تفتكر هل ده مضمون ده رقم واحد ده رقم اتنين شركة جناس في كايزن ارجانيزيشن بس عندها اكتر من اربعة مليون وسبعة من عشرة بني ادم في اكتر من سبعين دولة تفتكر هل مستقبل العمل مضمون مع الشركة دي اسف لك انت الاجابة بوحمد اوكي تمام 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 في اه اوكي في حد بيسأل سؤال مهم جدا بيقولك طب يا عم اسلام بصراحة بقى انا الناس اللي انا اعرفهم يعني مستواهم على قدهم هو ببقت كلمة انا مش عايز اقوله اوكي مستواهم او امكانياتهم محدودة طيب انا اضرب مثال وعايز كل الناس يا جماعة ترد عليها يا جماعة كل الناس لو سمحتوا يا جماعة بعتولي على الشات الاجابة على اللي انا هقوله دلوقتي انا النهاردة كاسلام وده سؤال في عقل الناس كتير مين يا جماعة في عقل السؤال ده يا عم الناس اللي انا عرفهم يعني امكانياتهم محدودة اهو انا طبعا انا 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 ايوه انا اتصح تمام 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 اوكي ركز بقى معايا في السؤال ده اسلام اللي قدامك ده كان اول واحد امكانياته محدود وكان اقل من اقل شخص موجود في الميتينج ده طب يا اسلام ازاي او انت عملت ايه وفكرت ازاي اول حاج لو انا النهاردة امكانياتي محدودة تعالا نبص مع بعض الفرص المتاحة بالنسباني واحد لو واحد امكانياته محدودة وشغال وظيفة بيشتغل من الساعة كذا للساعة كذا وباخر الشهر بياخد مرتب هل امكانياته هتتزبط او الا لا يا جماعة ابعتولي على الشهر يا جماعة لا لا طبعا لا طبعا مستحيل مستحيل لا طبعا ايه انت بتقولوا لا 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 مستحيل ما فيش الكلام ده انا بشوف انه لا اوكي ليه يا جماعة لسببين واحد دخل السابت مستحيل الدخل السابت يوصلك ان امكانياتك تعلم ليه لان الدخل بيكون سابت واللي بيتصرف فيه الدخل السابت بيزيد كل يوم فقيمة دخلك بتقل صحا لا فاول حاجة الوظيفة انساها وانا كاسلام كنت ساعتها بشتغل في صيدليات فبالتالي كنت باخد مرتب ولكن لا تزال امكانيات محدودة طب رقم اتنين لو انا امكانيات محدودة او ما معايش مصاري او ما معايش فلوس سؤالي ليه الخطوة التانية المتاحة بالنسبة لي ان انا افتح مشروع رد على سؤالي بقى لو انا النهاردة هفتح مشروع ممكن تقول لي لو واحد امكانيات محدودة يعرف يفتح مشروع اصلا لا لا طبعا كيف يعني لا طبعا مستحيل ليه يا جماعة لانه بمنتهى البساطة جدا راجل امكانياته محدودة يعني ما معاهوش فلوس مصاري جروش صحة لا الراجل ده هيعرف يفتح مشروع ازاي ابعتولي يا جماعة ابعتولي على التشاد اقل رص مال ممكن اي حد يبدأ فيه في مشروع ابعتولي على التشاد يا جماعة عشر تلاف دولار اربعين الف دولار عشر تلاف دولار عشر تلاف دولار عشر تلاف دولار خمسمائة الف دولار ده كتير اول اوكي عشر تلاف دولار متين وخمسين الف دولار متين وخمسين اه اصري خمسين الف دولار خمسين الف دولار سبعين الف دولار اوكي السؤال بقى لو واحد امكانيات محدودة عما يجيب فلوس دي من ايه صحة لا دي النقطة التانية النقطة التالتة بقى ايه هي الحاجة اللي ممكن تخلي واحد امكانياته محدودة يعني امكانياته محدودة ممعوش فلوس يعمل امكانيات عالية ويبقى معه فلوس هي حاجة واحدة اكتبها عندك بقى حسن استغلال الفائد من وقته حسن استغلال الفائد من وقته اه في فكرة بره الصندوق فكرة بره الصندوق قداما الحالة من الاتنين يا عمي يتروح تخترع فكرة وتبقى انت المسؤول عنها من اولها لاخيرة يتلاقي فكرة موجودة جاهزة ناس جربتها ومشيت فيها وانت تمشي في نفس الطريق ده اول لا يا جماعة مين متفق معي يا جماعة في الكلام ده صح ولا مش صح هي ديت الفوينت ولكن اذا بمنتغل بساطة جدا ما عندكش البديل وبتدور على الفرصة فحب اقولك الفرصة هي والفرصة موجودة والشتغل موجود وكل حاجة موجودة ولكن كل اللي عليك انك تستغل الفرصة دي لان ده اللي هيحول لك الرغبة في الاهداف اللي عندك لقدرة في تحقيق كل الرغبات اللي موجودة عندك من خلال الفرصة اللي انت هتشتغلها لا الوظيفة هتخليك تعمل ده لان فيه ناس كتيرة جدا بتشتغل في وظيفة ودخل معنا التدريب رقم اتنين ولا المشروع هيعملك ده لانك جدا ما عندكش رأس المال اللي تبدأ من المشروع ولكن رقم تلاتة هو فكرة برا الصندوق اللي احنا بنشتغل فيها هي صنوعة البيئة المباشرة مع شركة الجنازة تمام ده بالنسبة لفكرة واحد امكانياته محدودة طيب طيب خلينا نجاوب على كام سؤال تاني كده سريعا ناس بتبعت مليار سؤال على الشات تمام في حد بقيت لي بقول لي لو انا دلوقتي اشتغل او بتخرج من فنول جميلة وديزاينر ينفع اشتغل يا عم لو بتخرج من اي حتة من اي مكان بتشتغل ست بي بتشتغل في العقارات بتشتغل في عيار الدكتور وبتشتغل دكتور محامي صيدالي ما بتشتغلش اصلا ايا كان هتعرف تعمل دخل من الشغل بتاعنا لان التدريبات هي اللي هتعلمك ازاي تعرف تعمل ده اوكي في حد بقيت لي بيقول لي صفية بعدها بتقول كيف المنتجات بتوصل المنتجات بتوصل من خلال شركات الشحنة زائد بعض الشركات المحلية زي في مصر مثلا شركة بتاع الشحن اوكي تمام ماهر احمد بيقول هل يشترط اكتر من اللغة لا يا ماهر في ناس كتير عندنا ما بتتكلمش اكتر من اللغة يا لغة واحدة بس اوكي تمام 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 هو محدد سن معين لا اكتر من تمنتاشر سنة اوكي طب اه تمام كل الكلام ده تمام اوكي طيب كل الناس او معظم الناس اجمعها تقريبا بتسأل نفس الاسئلة في ناس بتبدأ بتقول اه في حد بقى بيقول لي اه كيف بتتم التدريبات برضو نفس السؤال تمام فيه شغل بتشتغل في مصر يا باشا حضرك انا في مصر اوكي اوكي بتشتغل فيه فيه شغل في الرياض اه طبعا فيه شغل في السعودية بالكامل وشركة جناس مقرار في السعودية في جدة في قويسز مول في مول الواحة اوكي اوكي طيب عشان احنا يا جماعة لو عادنا نجيب على كل افيم يا جماعة انتم شغلين مليار تريليار سؤال بيبعد اوكي طيب اخر حاجة هتكلم معاكم فيها واخر نقطة هتكلم فيها وعايز كل الناس تركز فيها يا جماعة بمنتهى البساطة جدا حاجتين انا هتكلم معك في مدلوها دي الحاجة الاولى هو ايه المفاجأة وايه الحاجة وازاي واحسن وقت انا ابتدي فيه مع شركة جناس النقطة التانية وهي نقطة في غاية الاهمية انا لو بدأت الشغل ده هل ممكن اقدر انجح فعلا وهل في ناس نجحت وعملت منه وانت يا اسلام عملت ايه من ورا الشغل ده اكتب بقى معايا الكلام ده واركز قوي قوي في الكلام اللي جاي طيب دلوقتي يا جماعة شركة جناس شركة جناس عملت ايه بمنتهى البساطة جدا شركة جناس لكل الناس اللي هتبدأ مع شركة جناس في خلال مع قبل نهاية سنة 2021 في خلال الثلاثة اربعة ايام الجايين دول يعني اخرك يوم 31-12 اي حد هيبدأ مع شركة جناس من دلوقتي لحد اخر سنة 2020 شركة جناس هتدخلك في خطة ارباح جديدة خطة ارباح هتبدأ يوم 1-1-2021 عشان تقدر تخش ببرنامج تدريبي مكسف في كايزن أورجانيزيشن علشان تقدر بمنتهى البساطة جدا تعمل من 3000 ل5000 دولار لان الجناس منزلة خطة ارباح جديدة لكل الناس اللي هتكون بدأ معها من سنة 2020 ده الحاجة الاولى سنة 2020 الناس اللي هتبدأ بمنتهى البساطة جدا هيشتغلوا مع شركة جناس من اول 1-1-2021 في خطة ارباح جديدة تخليك تقدر تعمل من 3000 الى 5000 دولار في اول 60 يوم في سنة 2021 ماشي ما بعض ديئة النقطة الاولى طيب النقطة التانية كتير من الناس اللي وانا هتكلم يا جماعة معاكم بمنتهى الوضوح والصراحة وبمنتهى يعني من القلب الى القلب خلينا اتكلم معاك بصراحة انا كاسلام بنات الشغل ده وانا كنت من اسرة بسيطة طيب ايه اللي خلاني اتجه ان انا ابدأ شغل زي ده زي ما قلتلك من شوية ان فعل نفس الافعال يؤدي الى نفس النتيجة وفعل افعال مختلفة يؤدي نتيجة مختلفة اول ما تعرض علي الموضوع ده في سنة 2010 حلو؟ الشخص اللي جابني وقعد معايا وبدأ يشرح للشغل ده انا بالنسبالي اكتر حاجة علاقت في دناغي حاجة واحد ان الشغل ده حاجة انا ما شفتهاش قبل كده او دي الفرصة اللي انا بدور عليه تمام؟ فدي كانت اول حاجة ولكن كان عندي كذا مشكلة رقم واحد بيني وما بينك انا كنت خايف خايف لاحصل معرفش اعمل نتيجة مين من الناس يا جماعة؟ مين من الناس يا جماعة؟ شايف انه انا والله احتمال معرفش اعمل نتيجة انا حاسس مش عارف ايه؟ صحة لا لا طيب ناس كتير بعتاجي خلينا اقولك على حاجة بمنطقة البساطة جدا اذا انت اذا انت خايف من ده فحب اقولك ان ده طبيعي لانك انت بتحكم على الشغل بناء على المعلومات اللي فعق لك ولكن بعد التدريبات هتتعلم ازاي تشتغل فدي اول حاجة ولكن النقطة التانية هو رد الشخص اللي كان قاعد معي الرجل ده قال لي ايه؟ قال لي بص يا اسلام ان انت تخاف انك تعمل حاجة مختلفة او ان انت تفشل في حاجة ده يؤدي الى حتمية الفشل الخوف من الفشل يؤدي الى حتمية الفشل ليه؟ لانك لو خايف تفشل هتخاف تجرب ولو خايف تجرب هيحصل ايه؟ هتلاقي نفسك في الوضع اللي انت عليه ومش هتلاقي حاجة جديدة بتحصل في حياتك لانك خايف تجرب حاجات جديدة ولو الوضع ده مش عجبك حياتك هتفضل زي ما هي فبمنتهى البساطة جدا لازم تبقى بتفكر في مبدأ المبدأ اللي بيقول او الاية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول لا يعلم الغيب الا الله محدش عارب بكرة في ايه ولكن ربنا عشان يطمنك قال لك ايه؟ قال لك اننا لا نضيع اجر من احسن عمله وهو ده اللي حصل معايا يا جماعة انا كنت الآن لاحسن معرفش اشتغل الشغل ده ولكن ما كانش عندي بديل غير ان انا اشتغل الشغل ده الكلام ده في 2010 يا جماعة 2010 لما كانت الناس اصلا مش فهمة يعني ايه انترنت 2010 الناس مش عارفة الانترنت ده ايه قصته والناس كانت بتسألني تقول لي هو والتي هتاخد فلوسك الزي من اللابتوب هتحط فلوس هتحط ايدك في اللابتوب تطلع الفلوس ده زمان في 2010 النهاردة يا جماعة كل الناس بقيت بتعمل فلوس عبر الانترنت صحة لا الفكرة كلها فين ان بمنتهى البساطة جدا بدأت شركة سوري بدأت البزنس ده في 2010 واشتغلت بكل ما امتلك من قوة وكل يوم عن التاني بقيه بشوف ان انا اخدت اصح قرار في حياتي ليه لان بمنتهى البساطة جدا من واحد كانت كل اهدافه انه يعمل 200 دولار جنب البزنس اه سوري او جنب مرتب الصيدلية 200 دولار في الشهر بس للنهاردة بعد توفيق ربنا صحنا وتعالى يكون معايا فريق بيشتغل فاكتر من 70 دولة في اكتر من 27 من 10 مليون بني ادم السؤال بيقول يا هل ترى انا بقولك الكلام ده عشان انا سوبرمان اطلاقا انا بقولك الكلام ده لان في قاعدة بتقول طالما في بني ادم قدر يعمل حاجة فانا كمان اقدر اعملها الشخص اللي دعاك لحضورك المقتمر ده او السمينار ده او الميتنج ده هو شخص بمنتعة البساطة جدا لقى فرصة جاي عرضها عليك عشان تشوف اللي هو شايفه وفي الاول وفي الاخر لما بتسمع الحاجة دي انت اللي ليك كامل حرية اتخاذ القرار بس هقولك على حاجة انا اتعلم ان القرارات والاختيارات هي اللي بتحدد مصير اي انسان كل واحد فينا يا جماعة اللي عايش فيه النهاردة هو نتيجة للقرارات واختيارات الماضي واللي هتعيش في بكرة هو نتيجة للقرارات واختيارات النهاردة وعشان كده لازم تحسن القرارات اللي انت هتاخدها افتكر كده معايا في 2018 و2019 وحتى في 2017 و16 كل الناس كتبت تقول ايه السنة اللي جاية هتبقى احسن سنة في حاجة بعد كده في اخر السنة اقولك يا عم انت السنة دي تغور عشان السنة اللي جاية اكيد ان شاء الله فيها الخير بعد كده السنة اللي جاية في اخرها يا رب السنة دي تغور اكيد السنة اللي بعدها هي اللي فيها الخير تيجي السنة اللي بعدها وتفضل على نفس الحال عارف ليه؟ لأن فعل نفس الأفعال يؤدي إلى نفس النتيجة ولكن عشان تلاقي نتيجة مختلفة لازم تعمل أفعال مختلفة عشان كده يا جماعة في 2021 احنا بدئين 2021 من إمتى؟ من النهاردة ولكن لو حضرتك عايز انت كمان تبدأ 2021 من النهاردة كل اللي انت محتاجه انك تكلم الشخص اللي دعاك علشان تاخد قرار من الاتنين انك تقول له بص أنا هبدأ معاك بمنتغة بساطة جدا في خلال التمانية واربعين ساعة اللي جايين دول عشان يكون من الناس اللي هتقدر تعمل في الشهرين من 3000 ل5000 دولار من شركة جناس النقطة التانية انك انت تروح للشخص اللي دعاك تقول له أنا متشكر جدا انك عرضت على الموضوع ده ولازم تقول له ان أنا محتاج أفهم شوية تساؤلات شوية استفسارات ولازم أول ما حد يفهمني الموضوع في خلال 24 ساعة علشان أقدر يخذ قرار ان يكون من الناس اللي هتبدأ معاكم قبل نهاية سنة 2020 علشان أقدر أعمل بمنتهى البساطة جدا أقدر أعمل من 3000 إلى 5000 دولار في خلال 2021 في أول 60 يوم من 2021 وتكون دي أحسن بداية ليج وبمنتهى البساطة جدا في ناس عمالة تبعات لي يا جماعة كمية أسئلة مش طبعية أي حد عنده أي سؤال كلم الشخص اللي دعاك هيحدد لك ميتن لو أنت عندك أسئلة وسطر صارت لسا ما تجوابش عليها أو لو أنت خلاص فاهم كل حاجة وتأخذ القرار ده أنك تبدأ بس لازم قبل ما تروح أو أول ما تروح تكلم أي حد تقول لنا متشكر جدا أنك عرضت عليها الشغل ده ولازم تقول له الرجل اللي بتشير تسوي دخن رجل عالمي لو ما قلتلوش كده الناس مش هتدخلك معنا الشغل أوكي وبمنتهى البساطة جدا يا إما تبدأ معنا في خلال الـ 24 أو الـ 48 أو الـ 72 ساعة جايين أو النقطة التانية أنك أنت تكون من الناس اللي هتقوم بميتين مع حد من المديرين المسؤولين وإن شاء الله بإذن الله تبقى بداية قوية جدا ليك ربنا يكرمكم يا جماعة وبتمنى لحضراتكم كل الخير وكل التوفيق وإن شاء الله بإذن الله سنة جديدة سعيدة على كل الناس وبداية مختلفة تماما لكل الناس وبداية حياة كليا وجزئيا مختلفة إن شاء الله في بداية سنة 2021 ربنا يكرمكم وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق وكل خير شكرا جزيلا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته